اشتركوا في القناة سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية ويأتي تقدم مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب العربية 2031 تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في استضافة كبرى الأحداث الرياضية وتعزيز مكانة المملكة وتنشيط السياحة الرياضية بالإضافة إلى حرص البحرين على تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الرياضي واحتضان التجمعات العربية التي تسهم في تعزيز التقارب بين شباب الدول العربية كما يتتقدم بهذا الملف في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في تعزيز الحركة الأولمبية بالوطن العربي والمساهمة في تطور الرياضة العربية ترجمة نانسي قنقر